قام محافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم اجتماعا بخصوص منشأة الشهيد التي تم إنشاؤها في المنطقة الحرة البرية حيث تم تقديم بناء بمساحة 2800 متر مربع من المنطقة الحرة وتم تأهله من قبل المشروع الانتمائي للأمم المتحدة وتقسيمها إلى 13 ورشة للخياطة والتطريز وتم توزيعها على المستثمرين المتضررين من حلب مجانا مقابل تشغيل أبناء وبنات الشهداء كما وضع السيد المحافظ آلية وبرنامج للاستثمار والتشغيل وتنظيم العلاقة بين المستثمر والعامل وإدارة المنطقة وكافة الجهات المعنية وإنجاز العمل يتم بتشكيل لجنة من المنطقة